أهلا بكم متابعي تلفزيون العربي على يوتيوب معكم أنا ري مشنون أدعوكم للاشتراك في القناة عبد الضغط على سبسكرايب لتصلكم إشعارات تغطياتنا الإخبارية وبرامجنا إضافة إلى التحقيقات الخاصة والوثائقيات قد تبدو هذه الصورة للوهلة الأولى مشهدا من أحد أفلام المخرج الأمريكي الشهير واس أندرسن حيث يغلب اللون الأصفر الكناري بشكل واضح جدا على طابع أفلامه لكن هذا ما بدت عليه مدينة نيويورك مشاهدين بعد أن تسببت حرائق غابات في كندا بتغطية سمائها بالدخان والضباب الملوث فكندا اليوم تقف على بعد خطوات من تسجيل أسوأ موسم حرائق غابات تشهده على الإطلاق تستمر الحرائق هناك مجبرة أكثر من 50 ألف شخص على النزوح من منازلهم في حين يتنفس ملايين البشر في جميع أنحاء أمريكا الشمالية كما نرى هنا مشاهدين الهواء الخطر الناجم عن الحرائق بعد أن غطت تباقة منه سماء بعض المدن منها نيويورك وواشنطن جودة الهواء المنخفضة للغاية في المقاطعات الأمريكية القريبة من كندا أثرت كثيرا على مرضى القلب والرئى مشاهدين فضلا عن كبار السن والأطفال والمراهقين وهو ما دفع السلطات الأمريكية لمطالبة المواطنين بارتداء الكمامات والأقنعة حفاظا على سلامتهم لكن ما سبب هذه الحرائق؟ وفقا للخبراء تشهد كندا ربيعا أكثر دفءا وجفافا من المعتاد فمع تغير المناخ أصبحت مخاطر التقس الحار والجفاف تزداد يوما بعد يوم وهو ما يمكن أن يؤجج حرائق الغابات وقد شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلا كبيرا مشاهدين مع حرائق كندا فهنا تشير المتخصصة في الأرصاد الجوية جينجرزي إلى أن موسم حرائق الغابات في كندا كان هائلا ومبكرا هذه المرة لذا تتوقع للأسف أن يكون هناك مزيد من الحرائق خلال الصيف إذ عادة ما تشتد الحرائق في كندا بحلول منتصف يوليو حسب قولها أما مونيكا كريان المتخصصة أيضا في الأرصاد الجوية مشاهدين فتطرقت إلى سبل تحسين جودة الهواء والوضع العام وترى أن ذلك يتطلب تغييرا في اتجاه الرياح وربما بعض الأمطار العابرة لاحتواء حرائق الغابات في كندا ونختم مع آني داسكوبتا الذي قال إن ما يحصل هو حقيقة تغير المناخ مشيرا إلى أن الصور المنتشرة والتصريحات الصحية ليست إلا تذكيرا بالعواقب القاتمة للتقاعص عن العمل بما يخص التغير المناخي ترجمة نانسي قنقر